بنتكلم عن بداية قوية جداً للمهاجمين المميزين في الدوريات الأوروبية واللي كانت من أقوى الصفقات في موسم الانتقالات الصيفية وهو انتقال هالند لمانشستر سيتي دايماً كنا بنطلع نتكلم عن مانشستر سيتي في حاجة نقصة القطعة المفقودة في مانشستر سيتي هي السترايكر الراجل التسعة الصريحة اللعيب اللي دايماً كان بيب جوارديولا بيفتقده اللي هو عنده كتيبة تحت كتيبة بمعنى كتيبة بتتكلم بقى في جريلتش في الفاضل كافن دي بروين جاندو جان برناردو سيلفا رياض محر كل دي لعيبة كلها بتلعب بتخدم دلوقتي على هالند الصفقة المميزة الصفقة اللي هتكون يعني بتؤثر في مانشستر سيتي بشكل كبير جداً واللي انفجر في المباراة الأخيرة ليه أمام كريستر بالاس بيسجل هاتريك هالند والحقيقة الكل كان متوقع لهالند التقلق مع مانشستر سيتي لأنه هو دايماً عندك لعيبة تحت كتير قوي تقدر توصلك للجول وهالند من أنصاف الفرص بيقدر يسجل فوجوده مع مانشستر سيتي هو مهم جداً 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 وهيتقلق معه مشكل كبير جداً بيسجل ستة أهداف لحد دلوقتي ولسه الموضوع لسه في بداية الدوري الإنجليزي أنت بتكلم لعب أربع مطشاط بيسجل ستة أهداف وبيأسست هدف وإجمال التسديدات أربعة ونصف في المباراة نسبة تسديدات على المرمى أثنين وفصلة ثلاثة في المباراة فبتتكلم في فكرة أنه هو العيب من اللعيبة المهمة جداً ولعيب من اللعيبة اللي هيكون بيعتمد عليها بيب جورديولا بشكل كبير جداً وهو إضافة وهو هنا بتكلم على أهمية الصفقات بيكون شكلها أعمل إزاي أنا لما باجي أعمل صفقة أو عايز لعيب معين في الفريق عندي أنا بشوف احتياجاتي إيه وهو ده اللي بيشتغلوا عليه بره مش بيجيب صفقة من فكرة أن أنا محتاج لعيبة أو أن هالند واحد متقلق ومقصر الدنيا في الدوري الألماني فأنا عايز هالند موجود عندي مجرد بس أن أنا وممكن يكون عندك اتنين تلاتة لعيبة ماشيين بشكل كويس جداً لكن دايماً هم بيبصوا على الاحتياجات شكلها عامل إزاي أنا محتاج إي أنا محتاج باكرايت فأنا بشوف وبدور في الحتة دي محتاج سترايكر أنا بشوف وفي الآخر بيجورديولا واحد من أعظم المديرين الفنيين اللي موجودين في العالم وهو شايف أن هالند هو اللي كان القطعة المفقودة في تشكيلة منشيستا سيتي وهيكون يعني أحد من أسباب الانتفاضة اللي انت شايفها منشيستا سيتي وانت عابد تفرج على كريستا بلاس وكريستا بلاس على فكرة واحد من الفرق الرخمة يعني بلغة الكورة يعني أن انت عندهم تحولات هجومية عن طريق إيزيو بيروحوا وولفرد زهب ما كانش موجود يمكن المباراة الفاتو دايماً عندهم لعيبة بتعرف تعمل التحولات الهجومية بشكل عظيم جداً فمن الفرق الرخمة يعني كوروياً لكن منشيستا سيتي وانت عابد تفرج عارف أن السيتي هيرجع في أي وقت وده مهم جداً أن انت تكون عارف وشايف اللعيبة شكلها عامل إزاي والشكل والتاكتكس اللي بيلعب به بيب جورديولا عامل إزاي اللي هو يقدر يرجعه للمباراة في أي وقت وبالفعل بيرجع مرة تانية وبيعود وبينهي اللقاء بتلات نقاط مهمين جداً أربع أهداف مقابل هدفين لمنشيستا سيتي طيب زي ما اتكلمنا عن هلند هلند نتكلم برضو عن الفاندوسكي واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في العالم وانتقاله لبرشلونة وفي أول تلات مطشاط مع برشلونة في الدوري الأسباني اللي أكد أنه رغم أنه هو 34 عام ولكن لسه مزال مهاجم قوي جداً مهاجم قادر على المساهمة في صناعة تاريخ ولنفسه موسم رائع لبرشلونة وعودة يعني لبرشلونة بعد موسم كل النسان اللي فاندوسكي نجح أنه يقود برشلونة أمس في الفوز على بلد الوليد بربع أهداف سجل هدفين عشان يوصل لأربع أهداف في ثلاث مطشاط في بداية الدوري الأسباني الحقيقة اللي فاندوسكي صفقة مهمة جداً صفقة رائعة جداً مميزة جداً لبرشلونة واختيار وهي دي اللي احتاجاتي اللي كنت لسه بتكلم عنها اختيار مميز جداً من التشافي أنه يفكر في اللي فاندوسكي عشان يكون عنصر هو ده العنصر اللي دايماً بتدور عليه أنه أنت تجيب عنصر خبرة وسط لعيبة شباب جايبة موجودة في برشلونة واللي بيحاول بيها تشافي أنه يصنع ثورة داخل الفريق بعد موسم صادم لكل جمهور برشلونة بالموسم اللي فات فالفاندوسكي مع برشلونة بالدوري الأسباني خلونا نشوف مع حضراتكم كده أرقام الفاندوسكي مع برشلونة لعب تنتمتشط من بداية الدوري الأسباني سجل أربع أهداف ونسبة إجمال التسديدات أربع فاصل سبعة في المباراة نسبة التسديدات على المرمى اتنين فاصل سبعة في المباراة لعيب مهم جداً لعيب مؤثر جداً لعيب من اللعيبة الهجمين زي ما بيقوله الهدفين اللي أنت زي نفس نوعية هالند على فكرة ما تيجي تقارن الفاندوسكي بهالند هم ممكن يكون نفس النوعية نفس الستايل بهيدرز كويسين جداً فاتنين لعيبة مهمين جداً كنت حابية بتكلم عليهم لأن هم بدئين بداية قوية جداً مع عندياتهم الصفقات من الصفقات المميزة بالنسبة الحقيقة سواء المانشيسة سيتي هالند أو الناحية التانية بتتكلم فالفاندوسكي مع برشلونة